التسعب توقيت القهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع الصربيا في مختلف المجالات وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي أليكساندر فوتيتش بالعاصمة بلغراد أشر الرئيس إلى الحرص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل التجاري لأفتا إلى أن المباحثات تناولت التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسبول مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلا عن تطورات الأزمة الأوكرانية وتدعياتها المتعددة على اقتصادات دول العالم وجهود البلدين في التغلب على تلك التدعيات بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغدائي وأمن الطاقة في هذا التوقيت الحيوية بما يحقق مصالح شعبي البلدين كما شارك رئيس سيسي في افتتاح منتدى الأعمال المصري الصربي بمشاركة الرئيس الصربي وعدد من كبار المسؤولين الصرب وممثل الجهات الحكومية المعنية المختلفة من جانبه أشاد الرئيس الصربي بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على تسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي وكذلك تعزيز جذور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية فضلا عن جهودها في مكافحة الفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لزيارة البرلمان الصربي وخلال اللقائه مع رئيس البرلمان الصربي أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه في أن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر والصربي على مختلف الأصعيدة خاصة في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك من جانبه أعرب رئيس البرلمان الصربي عن ترحيبه بزيارة الرئيس السيسي إلى بلغراد مؤشرا إلى العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والصربي كما أكد حرصة بلادية على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد البرلمانية يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن التحدث مع نظره الصيني شي جيمبينغ خلال الأيام المقبلة وفي تصريحات صحفية أكد بايدن أنه سيتحدث مع رئيس شي في غضون الأيام العشر المقبلة تصريحات رئيس الأمريكي تأتي في وقت تدرس فيه إدارة بايدن خفضا حادا للتعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الصين المساعدة في تقليل ضغوط التضخم على المستهلكين الأمريكيين قدر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليم بيرنز حجم الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا حتى الآن بنحو 15 ألف قتيل و45 ألف جريح مضيفا أن كياف تكبدت أيضا خسائر كبيرة وخلال منتدى أعصبن الأمني في كولورادو أضاف بيرنز أن أحدث التقديرات الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ستكون رقما قريبا من 15 ألف قتيل من القوات الروسية وربما ثلاثة أمثال ذلك من المصابين وأوضح بيرنز أن تركيز الجيش الروسي لقواته في مدينة دونباس الأوكرانية يشير إلى أنه طلق دروسا قاسية من الإخفاقات في بداية الأزمة عندما تعثر الهجوم على كياف أعلنت وكالة الأنباء الألمانية عودة تدفق الغاز الروسي مرة أخرى عبر خط أنبيب نورد ستريم واحد وأوضحت الوكالة الألمانية أن استئناف شحنات الغاز عبر خط أنبيب نورد ستريم واحد جاءت بعد تنفيذ أعمال الصيانة لخط الأنبيب الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة في سريلانكا أن رانل وكيرمسانجي أدى اليمين رئيسا جديدا للبلاد أمام كبير القضاء وحصل وكيرمسانجي على 134 صوتا من أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 225 عضوى بعد مغادرة سلفه جوتابايرا جباسكا البلاد واستقالته من منصبه الأسبوع الماضي نهايات منجز التسانع والاستكمال البيئي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة